بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نتناول موضوع مهم جدا موضوعات الكاسف التقويم اللي هو أدوات التقويم وسائل ما هي الأدوات التي نستخدمها في الحكم على تحقق الأهداف هنتناول عدة أدوات أولا الملاحظة نعرف الملاحظة اختبارات الاستعدادات والقدرات اختبارات الذكاء اختبارات الشخصية اختبارات الاتجاهات اختبارات التحصلية كل هذه الوسائل أو الأدوات بهدف تكويم أداء الطلاب تعالوا نشوف مع بعض أول حاجة اللي هي الأدوات المختلفة أن تتعدد أدوات المختلفة سواء الملاحظة أو الاستعداد وده اللي نتحدث عنه تعالوا نشوف أول حاجة اللي هي الملاحظة يعني إيه ملاحظة؟ الملاحظة طريقة الجمع البيانات والمعلومات هذه الطريقة تستخدم أكثر في المرحلة التدائية في مرحلة رياض الأطفال الملاحظة لها نوعان ملاحظة مباشرة ولحظة غير مباشرة وساعة تطلق عليها ملاحظة مكسودة وغير مكسودة بتعتمد طبعا الملاحظة على بطاقة سما بطاقة الملاحظة متسجل فيها إيه الهدف اللي أنا هلحظه؟ إيه السلوك اللي أنا عايز ألحظه؟ أدوة فيها البيانات اللي أنا أحصل عليه طيب إيه يا قواعد استخدام الملاحظة بقى؟ أول قاعدة مهمة جدا في استخدام الملاحظة إنه يجب أن أنت تخطط لها كمعلم مسبق تحدد عايز تلاحظ إيه بالضبط؟ لابد أنك تحدد السلوك المراد ملاحظة بدقة يجب أن تضع وصف واضح لهذا السلوك ما تأحكم أنه متوفر وما تأحكم أنه غير متوفر أيضا يجب تسجيل الملاحظات اللي رصدها عن الملاحظة مباشرة بعد حدث حتى لا يحصل نسيان أو يحدث أي شيء أخ المعلم لابد أنه يختار من يلاحظه من المتعلمين يكتصر على العدد المحدود حتى يستطيع أنه يحكم عليه يجب تفسير البيانات والمعلومات بعد الانتهاء ما يتعجلش بالتفسير تتصف الملاحظة بالحيادية والموضوعية في تدوين النتائج تعالوا نشوف إيه هي الأدوات زي إيه أدوات بنستخدامها في الملاحظة هناك مجموعة من الأدوات التي تستخدم في القيام بعملية الملاحظة زي أدوات التقدير أن يكون فيه صح أو خطأ أعمل يحضر الطالب طابور الصباح بانتظام صح؟ معنى أنه بيحضر خطأ لا يحضر يبدون سماعه قوام تقدير في الحكم على وجود أو عدم الوجود هذه أدوات التقدير تستخدم لتكويم الطلاب زي الخطابة زي السلوك زي سلامة النطق زي وهكذا أيضا سلالة من التقدير دي بقى تدرج مش نعم أو لا لا تدرج يتوفر بدرجة كبيرة بدرجة متوسطة بدرجة منخفضة هناك تقدير خماسي أو رباعي أو ثلاثي بنحكم على وجود الصفات هناك الأداء الثالثة لها السجلات القصصية أننا أستطيع من خلال قصة أشرح ما يكون به الطالب من سلوك معين السجل القصص يكون بمراعاة الظروف التي حدث فيها السلوك محور الاهتمام بكده نشكركم على متبعدكم للملاحظة كأحد أدوات التكويم ونلتك إن شاء الله في اللقاء القادم في أساليب أخرى للتكويم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر